في سياقات البشر والسبب وين يكمن؟ لأن الإرادة الإلهية دائما تنسجم مع الحكمة بينما التقاليد والثقافات الجاهلية دائما تؤدي إلى تصدع في المجتمع ولذلك القرآن الكريم موسلب للإرادة يريد وإنما أن من مصلحة الناس اتباع الحكمة والحكمة لا تصدر إلا من العالم المطلق وهو الله تبارك وتعالى الآية الكريمة هنا تعالج بعض المواقف كأنما من أولويات الأنبياء هو تحطيم الأعراف الجاهلية التي لا تنسجم مع الإرادة الإلهية لا تنسجم مع الفطرة السليمة لا تنسجم مع الحكمة والمصلحة لبناء المجتمع المثالي الصحيح فدائما الأعراف والتقاليد تؤدي إلى تصدع بالمجتمع من أولويات الأنبياء أن يجتاحوها أن يحطموها ونأكد لك ترى ثلاثة ربع مشاكلنا الآن أو كل مشاكلنا هي نتيجة مخالفة الأوامر الإلهية والإنصياع إلى التقاليد والثقافات التي لا تنسجم مع الدين وإلا مثلا على سبيل المثال الحصر ترعتب في يومنا هذا يعني مو بالأيام الجاهلية يوم مثلا القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة سنة يقول أحل الله البيع وحرم الربا أخوة يدري يعني الله سبحانه وتعالى أباح التجارة أباح العمل من بات كلا في طلب الحلال بات مغفورا له وأراد من الإنسان أن يعمل أن يقدح يأكل من عرق جبينة هذا شيء الدين رادة أبدا ما رادك تكون كل على الآخرين واحد يصلي بالمسجد من أول الطلوع إلى الغروب قالوا للمسلمين يا رسول الله هنيئا لهذا الشعب مش بيه قالوا ماذا يطبه فرط للمسجد للحسينية أي طب يصلي من أول الشروق الشمس إلى غروبها قال عند عائلة وزوجة وأولاد قال من ينفق عليه قالوا احنا نعاون لأنه نشوفه متفرغ للعبادة قال كلكم خير منه خاف هذا اللي عاجبكم كلكم أحزن من عنده إذن الله سبحانه وتعالى أحل البيع والتجارة وأبحر بيع قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيباته من الرزق لكن حرم الربا شوف اليوم أغلب تصدع المجتمع من المعاملات الربوية أسا قد واحد يقول كان ما يشتغل بالربا هو ربا لكن يلتف يسوي التفاف على القانون الإلهي يطلع له فالطريقة معينة على اعتبار أنه صارت حلال لكن من التفلسفة هي ربا وشوفش قد صار تصدع بمجتمعاتنا يعني أنا حسب معلوماتي أن يوم من الأيام والربا اللي تسموه الفايز يوم بلهجتنا العامية وصل الحال إلى قتلى قد وصلوا يمكن إلى 28 أو 29 قتيل بسبب معاملات ربوية وزيادة بالأموال وعجز ما قدر يدفع وصارت مشاكل وقوامات ويجيب القوام الدقة العشائرية وهذا الترويع القتل العشوائي يعني إن قتل أخوي أروح أقتل ابن عم القاتل أو أقتل عم القاتل ما إنما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وغزرة أو وزرة أخرى تهجير قسري بحيث تفلشت بعض الأسر والعوائل نتيجة تهجير القسري لمشاكل مؤينة ومواريث مقيتة مواريث جاهلية فعلى هالأساس لأنها تؤدي إلى تصدع المجتمع يجي النبي أي نبي من الأنبياء يعمل على تحطيم هذه الضواهر الآية الكريمة نتعالج موقفين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم واضح النصم ما من حقك تبدي رأي مع رأي الله ماكو كلام قال الله وأقول إذا قال الله عليك أن تقول سمعا وطاعة إذا أنت مؤمن بالله تبارك وتعالى أما الخارج عن الطاعة مو يمى الكلام أول ظاهرة عالجتها الآية كأنما العرب عدهم طريقة يعني بالزواج ينظرون إلى التكافؤ الاجتماعي يعني كان يكون ابن شخصية من الضوات اللي يخطب مني مو حي الله أطيه أسا أخوة الدين شي يقول يقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوه إن لم تفعلوا يكون فساد تختلف المفاهيم لأنه الزواج إكمال للدين الشاب إذا تزوج عظم نفسه إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير إحنا الآن كثير من معاناة شبابنا هي موضوع الزواج لو انسجمت مع السياقات الإلهية لخفت الأزمة على الشباب مو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلوقه ما قال من ترضون أسرته وعنوانه وأبوه وشيشتغل وش عنده أموال لا تنظر هذا الجانب إحنا بدينا لا إلى اليوم أكو بعض العوائل لا تزوج إلا من أسر خاصة وعندك فكرة يقول أكو عوائل اليوم إذا يخطب منها أي واحد ما يطوب عدت لهم تمكن وضع شيء لا إحنا من نمط خاص لازم يتزوج اللي يخطب من أدنا يخطبها من نمط خاص هذا يخلق أزمة بالمجتمع ويخلق مشكلة وتتفاقموا إياها بعد المغالات بالمهور يصير الشاب يعزف عن الزواج تكثر نسبة العوانس الاختلاط الاختلاط موجود الاختلاط مفتوح وموجود وتبدأ نريد من أهل البيت موسم نريد من أهل البيت سلوك ونأخذ تربية ونأخذ عادات وأخلاق بحيث من نطلع من مناسبة الزهراء ما أخذين شيء من الزهراء أما مجرد أنها مناسبة إجت وموسم إجت ولبسنا أسود وحزننا وأقمنا المآتم وإحنا سلوكياتنا موين فاطمة الزهراء على الإطلاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها مهرها كان دراهم معدودة علي بن أبي طالب سلام الله عليه باع درعا له وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذلي عندي المتيسر مو من خطب فاطمة يقول يا شنو عندك يالا عندي درعي وسيفي وناضحي يالا أولا سيف لا يمكن أن يباع لأنه بيت سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه وتتدري يعني ترى العبرة مو بذل فقار خاف واحد يتوقع ذا الفقار معجزة لا هو صار معجزة بالساعد الذي حمل ذا الفقار اللي هو ساعد علي بن أبي طالب سلام الله عليه شاعر العرب يقول تلقى الحسام تلقى الحسام من أسماء السيف مو تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان مو وحقك يعني ممكن يأخذه من نبراشد لكن لأنه بيد علي بن أبي طالب هو أعطاه ما يستحق وطاعد المكان الذي ذا الفقار فالأبرى بعلي وبساعد علي وبصلابة علي وبشجاءة علي وأما الناضح الناضح بقير باب رزق علي بن أبي طالب كان يشتغل مقعد يشتغل يسقي على نخل الأنصار بأجر نخل عند الأنصار ويردون سقي والسق من الآبار وعن طريق الناضح عن طريق البقير بالبكرة علي بن أبي طالب يعمل هاي المدرسة الهائلة يشتغل مو عيب أكون أمط من الناس كاتلت جوع بالراحة ما كوشي كلام فقال له المهم الدرع ممكن أن يباع ليش لأنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه أولا للعلم يعني درعه صدر لا ظهر له مو الدرع ترى وجهه قفا يعني مني لفسه الإنسان يحميه من الجانبين فيقول له للي علي بن أبي طالب لماذا درعك صدر لا ظهر له يقول انت مكن عدوي من ظهري فلا يبقي عليه ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء المهم بعد درع بدراهم معدودة وكان هذا مهر فاطمة الزهراء الغرفة الحجرة يسموها مفروشة بالرمل الناعم والوسادة من ليف والأواني من الخزف الطين المفخور ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بورك قوم آنيتهم الخزف يقصد فاطمة سلام الله عليها هذا المهر البسيط المتواضع خلق بيت من الروحانية من المحبة من الود من الصدق من السكينة كوخ وجبة صوف ثم في طبق قرصة شعير بكف الطهر مطحوني شاهب يشلون خلقت سعادة ماكوش يسمى المال يخلق سعادة أبداً وحقك هواي أكوناس أترياء لكن ما يمتلكون السعادة عايشين على القلق عايشين على المهدئات يلا يستقر وينام فالمهم يدولا كان عدهم تفكير أنه اللي ييجي يخطب لازم يخطب من عدهم يكون من مكانه معلومة من مكانه مواضحة النبي النبي صلى الله عليه وآله 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 صار يحطم هذه النظرية يواجهها فيواجهها شلون مجرد شعار له تطبيق لا ترى التغيير لازم يصير بالتطبيق بالشعارات من يتغير لأن كثير شفنا شعارات رفعت لكنها فيما بعد تحولت إلى هباء منثور خديجة سلام الله عليها كانت ثرية تمتلك مال من ضمن ثروتها اشترت غلام اسمه زيد ابن حارثة هذا زيد ابن حارثة اشترت خديجة غلام خادم مملوك وهبته بما وهبت من أموالها لرسول الله صلى الله عليه وآله وعاش مع النبي وتبناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث اصبح من رجالات المسلمين قبل يومين ثلاث كانت ذكرة استشهادة سنة ثمانية للهجرة يوم ستة من جمات ستة من هذا الشهر سنة ثمانية للهجرة بمعركة مؤتب الاردن الآن قبر موجود زيد ابن حارثة مع جعفر ابن ابي طالب سلام الله عليه لما ود بعث لقتال الروم بقيادة جعفر قالهم ان قتل جعفر فالقائد زيد ان قتل زيد فالقائد عبدالله ابن رواحة ان عصيب عبدالله او قتل فليرتضي المسلمون بينهم قائدا لهم وفعلا واحد من اليهود كان جالس قال ان كان محمد نبيا كما يزعم سيقتل جميع من ذكر لانه ما بعث نبي بعثا في قتال وقال ان قتل فلان فالقائد فلان الا وقتل من ذكر لانه يرى الغيب من وراء حجوب وفعلا راحت البعث وقتل جعفر سلام الله عليه شهيد مؤتى يا حبد الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها وهو اول من عقر فرسه في الاسلام يقول عبدالله ابن عمر يقول انا كان عندي لبن يعني كان موجود في تلك الغزوة يقول كان عندي لبن فآثرت به جعفر قائد وصرت ابحث عنه ارض الطيل يقول اجيت لجعفر لقيت مستلقي قلت لهذا لبن آثرتك به قال لي ضعه عند رأسي ان ادركت الحياة الى الغروب افطرت به انا صائم الناس يعني صيام وعبادة وجهاد يعني حياة كلها مبنية على تضحية على عطاء يقول خليت يا مراز ورحت بعد ما عبر الغروب اجيت لقيت اللبن على وضعه وجعفر قد استشهد وقطعت يمينه وشماله اكو نقطة هنا انتو عندكم دوق يمكن تعرفون معناها شنو يقول وجدت بجسده نيف وتسعين جراح ما منهن في دبره يعني ما منهن في دبره يعني ما متظهر للمعركة مواجه المعركة بصدرة فالمهم شهيد مؤت جعفر وشهيد مؤت زيد ابن حارثة خديجة سلام الله عليها لما وهبت زيد لرسول الله صلى الله عليه وآله اراد ان يحطم هذه العرف الجاهلي بزواج زيد من ذو البيوتات خطب لمنه المرأة خطب لزينب بنجحج زينب امها بتعبد المطلب يعني من البيوتات الرفيعة وتزوج غلام مملوك خادم هذه مثل ما قلت لك تعتبر جريمة في عرف العرب ما تطاق فمن اجا النبي خطب زينب بنجحج اول مرة رحبوا بالخطبة ليش رحبوا لانه على اعتبار النبي خطبها لنفسه بعدين من افتهمه انه لا خاطبها لزيت صارت ردة فعل صار مقاومة صار رفض اخوها رفض رفض قاطع قال محال ان ترهم هاي الزواجة نزلت العاية الكريمة اتعالج هذا الموقف وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله عمرا ان يكون لهم الخيرة من عمرهم وكيفك لا زال صدر قرار الهي بهذا الاتجاه ادت عليك ان تذئن لهذا القرار لانه بمصلحة المجتمع فمن صدر القرار الالهي اذا ما اعرف المسلمين يروون فرد موقف يروون موقف عن واحد اسمه جويبر يقولون انه كان يعيش بالصفة الصفة شنية طارمة للمسجد يعني ما عند عائلة واهل وشي باب المسجد عايش واق وفقرة عايش بيان يقول مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الايام قال لجويبر سأله قال لجويبر هل بك راغبة للزواج يا رسول الله انا بالزواج يعني شيء متل تضحك على عقلي يعني مثلا انا خبزة ما القي يعني تصدقون علي المسلمين اكل خبزة يعني شنون انتي رغبة للزواج قال سأنا سيلك عندك رغبة قال لبلا قال اذهب الى زياد ابن لبيد زياد ابن لبيد من شخصيات المدينة يقولون عنها ورجل ثري جدا وشخصية مرموقة قال لعند بنت وحيدة اسمها الذلفاء بحال جويبر هذا اللي عايش الصفة قال روح قال النبي يقول زوجني من ابنتك الذلفاء وفعل الراحلة وكان عند اضياف وقعد واكل وكل ظن انه جويبر جوعان جاي اكل خبزة بعدين قال لها الشكل معقولة فصار بين وبين جويبر سجال زياد ابن لبيد الرواية تقول بنت سمعت قالت لاب يظهر احنا الله وضعنا بمحق اختبار يظهر احنا امتحان جاي نتعرض لابتلاء ارجوك لا توقف بوجه السماء خلص اقبل بهذه الزواجة وانا موافقة فتزوج منها حتى يقول بقى ثلاثة ايام وذهب زياد لرسول الله قال يا رسول الله هذا لم يقرب لزوجتي ثلاثة ايام كذا فبعث اليه قال لا ما بك رغبة للنساء قال بلى يا رسول الله ولكن انا اللي نقن من الصفة الى زواج الظلفاء بن زياد بن لبيد ونائم على ريش النعام وعلى النعم وآكل ما لذ وطاب الله مو يستحق الشكر انا صار لثلتة يام صائم نهاري وقائم ليلي شكرا لله واما هذه الليلة الرابعة سأفرغ لزوجتي وارضيكم كذا المهم حادثة موجودة فالإسلام الذي حاول ان يقرب شوية يذوب من هاي العنجهية هاي اللي متغلغلة بالنفوس ان اكرمكم عند الله اتقاكم فخطب زينب وما قبل من نزلة الآية اذعنوا للأمر الالهي وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيارة ترى بس احنا نعاند وي الله المؤمن ما يعاند احنا مو مؤمنين يظهر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الله من يقول للربح حرام حرام خلاص بطليت الله من يقول للرمطائش حرام يعني حرام الله يقول من القتل العشوائي حرام يعني حرام بس احنا الان مجتمعاتنا فال تمو يم الله ترى الله ما شعلين شعار للبركة فقط بس انا يقول من يقوم يقول يا الله من يضايق يا ارحم الراحمين من يضايق يدعو الله سبحانه وتعالى لكن من يتره مو يم ما يذكر رب العالمين وخير وشر المهم فمن زوجهم النبي صلى الله عليه وآله هذه لحد الان صارت لهنا معالجة وتحطيم لأحد القيم الاجتماعية المقيتة انه ممكن من دول البيوتات الرفيعة وتتزوج انسان ممكن خادم يعني كما هو الحال مولى من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله لكن غاية ما في الامر عنده دين وعند وراء وعند تقوى اذا طبعا هذا الزواج ما استمر ما استمر بدأ اكو تشنج ما بينهم بدأ اكون انفعال لكن الشرعية تحققت بالزواج تحققت الشرعية وتحطم هذا العرف الجاهلي اجى زيد بن حارثة يقول للنبي انا اريد اطلق يعني اطلب الطلاب النبي يقول صلى الله عليه وآله يقول امسك عليك زوجك هذه النقطة شو نحتاج بها شيء امسك عليك هو النبي خوه يدري مو النبي انت علم غيبي مو عادي مو جعفر يعني يعرف الامور بكل تفاصيل ويعطي تائج للمقدمات لكن يتعامل مع الناس بماذا يتعامل بالظاهر مو بالامور الغيبية فيدري ان الامر سيقول الى الانفصال امسك عليك زوجك هذه احنا عدنا الان مكاتب يسمون المأذون الشرع مو ما ادري يعني اشي اسم اللي يطلقون عنده واللي يعقدون زواج عنده هذا ينبغي اكو بعضهم مع الاسف بعضهم مو الكل بعضهم اذا يروح للزوج الصبح رجل ويطبي امه يقول اريد اطلق زوجتي ترى رأيسا طلع اوراق وكاربون وكتب جيب كذا المقسوم وتفضل هذا ورقة الطلاق وداها هسا اخو الطلاق الى ضوابط ومن ضوابط الطلاق ان الطلاق لا ينعقد الا بطهر لم يواقعها فيه يعني شلون اكو الناس بايت مع زوجته بالليل او علاقة ومعاشرة مو بس مع علاقة والصبح عره يقول اخ انفعل انزعج اتعارك على مشكلة بسيطة راح للمأدون الشرع عبدالط لك كتب للطلاق ما يصير النبي ليش يقول امسك عليك زوجك وليش المسألة الا بطهر لم يواقعها فيه وحقك كلها جوانب انسانية تدري فالجبل تجرم وبعدين يظل يتد مع بعض بصابعة بالسجن يريد لواحد يمر يطي سندوي جمال فلافل ما يحصل فمو العبرة والله انا رأسا مسعت السلاح وقتلت فالانسان شوية يهدي ليش الله سبحانه وتعالى مسألة الطلاق يطيمه له لازم بطهر لم يواقعها فيه فاذا بطهر لم يواقع يعني كون ينتظر مو مو الطهر 21 يوم 23 يوم كذا ينتظر يخلص تجنب الدورة الشهرية ما يصير تطلق وهي حاقب لازم تطهر في الطهر الجديد هذا بعد ما ظلم تطلق دوم شوية يلين مو يصير شوية المجاملة تتقرب الأمور ترجع زوجته ما يصير بس يدخل لك واحد رد طلق لأيه بسم الله الرحمن رحيم يقول زوجتي طيب ما 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 يصير النبي ويوصي زيد يقول لأمسك عليك زوجك يطي فرصة للوصال يطي فرصة للانسجام فرصة للتصالح هذه نقطة من النقاط اللي عالجتها الآية الكريمة النقطة الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم العرب كان وعدهم مسألة التبني التبني يتبنى لشخص ويقول هذا ابني ويعلن على رؤوس الأشهاد أني أرثه ويرثني وهذا التبني اليوم موجود هكو ناس معدها أطفال يروح إلى أماكن معينة يجيب لطفل ويسجل بإسمه ويتبنى وهذا ما أدري يكون هاي تعرض على الفقهاء أنا أقل من أن أدخل باقي التفاصيل يعني كنت تعرض على الفقهاء أنه شنو ترتيبها الشرعي لأن هذا من أجيبه وأسجل بإسمي القرآن يقول دعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله مو بعدين هذول راح يترتب عليها إرث يتوارثان فيما بينهما شنو ترتيبها يعني يكون الشرعي نضمع يعني العرب كان عدو مع الطريقة ولذلك تقرأ تاريخ أمية أمية ليس عربي ترى بس سوت الدولارات عربي أصلا أمية أصولهم من الروم هو أمية أمية أصلا غلام رومي كان لعبد الشمس وكان مثل الشخصية ممتازة كذا عقلية جبارة عند قدرة عند أمكانية عجب عبد الشمس عجبه فأعلن تبنيه وقال هو ابني أرثه ويرثني مش صار وهسا ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه من يكتب المعاوية شي يقول لي يقول لي ليس الصريح كاللصيق ولا المهاجر كالطليق أنا مهاجر وأنت من الطلقاء وليس الصريح كاللصيق الصريح أنا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطالب ابن هاشم اتبن من توصل توقف أميه وتوقف لأنه لصيق مثل ما قلت لك تبني فكانوا يتبنون العرب بعض الفتيان هذا من يتبنى يطلق عليه حكم الولد حكم الولد من ضمن الأحكام شنو أنه لا يتزوج زوجته إذا فارقها بوفاة أو طلاق يعني الولد المتبنى إذا مات أو طلق زوجته فما يصير للمتبني أن يتزوج زوجته لأن يتعامل معاملة ابنه وزوجة ابنه حرام الله سبحانه وتعالى يلي يحطم هذه الجاعة ادعوهم المن لآبائهم مو ابنك ما تقدر إذا تعرف أبو سمي زيد ابن حارثة إذا ما تعرف أبو قول فتاي قول فتاتي قول غلامي أم لا تقول ابني كلمة البنوة يترتب عليها أثر هو ترى بالمناسبة هذا زيد ابن حارثة أم أم وأبو وأعمام عرفوه ندلوه بالمدينة مو كان غزو شيء يصير خطف يجيبوهم بيعوهم فعرفوه بالمدينة أو إجوا عليه وعرفهم أو إجوا للنبي صلى الله عليه وعاله قالوا لي يا رسول الله هذا ابن والتفت للنبي وقال لبلي هذا أبوي هذا عمي قالوا له هذا ابن وهذا غلام وأخذ أخذ مننا أسر أيام حروب وباعوه فإحنا ندفع ثمنه ونأخذه ابننا نريد الرجعة فالنبي أطعهم فذحا الراقي وإنك لعلى خلق عظيم قالهم لا مو هشكل الكلام أحنا نخير إذا اختاركم أعطيه بلا ثمن لكم أنا أعطيكم إياه بدون ثمن ما بينكم ما بينكم ما بين عليكم شنو وإذا اختارني لا أعطيه لكم بملء الأرض ذهب فود على زيد قال له زيد هذا أبوك وعمك قال له بلا قال له أبوك وعمك طالبون بيك إنت تحبوا ياهم لو ياي قال له والله قلامة أظفرك ما بدلها بقبيلتي كله شو شو سوي بهم ذول قال لهم التفت قال له لأنصفتنا يا رسول الله حتى ما إنه حق عليك فتركوا وراحوا وبقمع النبي قلت لك إلى أن استشهد بمؤتة فهي ذول من يتبنون بالتبني بعد حرمت زوجة المتبنى على المتبن ما يصير يأخذها لأنه مثل ما زوجة ابنه الله سبحانه وتعالى شو يقول يقول لا أكفر ابنك اللي من صلبك زوجته حرام عليك لكن هذا أنت متبني فزوجته مو حرام إن فارقها بوفاة أو طلاق فلك أنت تزوجها شو نتغير هذا الحكوم لازم يتغير عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك زيد ابن حارث ألم غلام النبي مملوك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكم الهبة وهبته خديجة لرسول الله فلما فلما طلق زينب حتى يحطم هذا العرف الجاهلي فلما قضى منها زيد وطرا على هالأساس نحن نريد نعالج هذه الظاهرة فخطب زينب بعد ما طلقها زيد خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعالج محورين من المحاور كما ذكرنا بهذه الآية طبعا وما كان لمؤمن ولا مؤمنتين إذا قضى الله ورسوله أمراء أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بس بهالأمرين له شكل عام مو خانموذج من النماذج وإلا بشكل عام إذا قضى الله ورسوله أمراء ما كانت إن خيرة أبدا ولذلك لو أخذت الأمة بهذه الآية وعملت وأطاعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغدير خوم لما وصلنا إلى هذه الحالة غدير خوم النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله تبارك وتعالى أن ينصب لعلي بن أبي طالب لواء بيع في غدير خوم وبايعه المهاجرون والأنصار ومنهم بايعه الشيخان ودخل عليه سلم عليه بإمرة المؤمنين وقال له بخن بخن لك يا علي من مثلك وقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن ثمت والنبي يقول لو اتفق الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار لكن مجرد بس التحق النبي بالرفيق الأعلى بدأت الردة وبدأت الحراف وبدأت بعدين الآية تكمل تقول ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وبعد هي الدين بي خيارات لو بس حقه باطل الدين ترى ما بي خيارات اخواني بالسياسة اكو خيارات بالمجتمع ادنى العشائري اكو خيارات بس بالدين ماكو فما بعد الحق الا الا الضلال اما ان تكون شمرا او تكون الحسين ماكوشي اسم على التل ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا اذا صدر الامر الالهي وعصيته امر النبي امر الله امر النبي امر الله سبحانه وتعالى ماكو فرق الله قرن طاعة النبي بطاعته تبارك وتعالى النبي بيوم خميس لحظات استضار يعني بين حياته او شكاء ان يدعى فيجيب هو يدري من خلال اطلاع على تاريخ الامم ان الامم بعد رحيل انبيائها تتعرض الى انحراف وكل الامم ترى وحتى يمكن على المستوى الاجتماعي الوضعي السياسي الوضع الدنيوي يعني اذا بلد من البلدان عندما يقتل القائد او يغيب تصير فوضى مو تصير فدي عمين ثلاث يلا انعاد القانون والنظام كأنما اكو رمزية فاذا غاب النبي التحق بالرفيق الاعلى تصير ردة تصير عند الناس فرد شيء من انحراف لانه نبي الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قالهم ائتوني بقلمين او بكتف ودوات اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي ابدا ما انتم مسكتم به يا ابا انا اريد احميكم من الانحراف اسوي لكم وصية يقول موجودة التفاصيل بالتاريخ اللي يريد يطلبها اشوفها بس اراح تغسلك يا عبدالله ابن عباس يسئل عمر ابن الخطاب يقل هل بقي بنفسي علي شيء من امر الخلافة يعني يشوف نفسه انه هو الاولى هو الاحاق يقول اكيد حق استحقاق سولف لعمر ابن الخطاب بعدين يقول لك هذا رسول الله ان يفصح باسمه عند وفاته فمنعته فادرك ما في نفسي وسكت وكأنه عرف ما في نفسي عجيب هي اللي يسمي عبدالله بن عباس يسمي رزيت يوم الخميس ائتوني بكتف ودوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا ما انتم مسكتم به هس اخو اتذكر هالنص بالله ومن يعص الله ورسوله شنو حكمه فقد ظل ضلالا مبينا المعصية المخالفة نقول لك اطيني ما وما تطيني مخالفة او لا جيب لي قلم وورقة اكتب مخالفة اوامر اللي تصدر منها الشفاه الغر انت تكون تحترمها اذا ما اخترمتها فانت من الظلين ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا النبي بالاحتضار بفراش الموت ائتوني بكتف ودوات قال عمر تجيبو له فسأل امه مو ذاك الايمان وذاك الرسوخ وذاك الجسم مو كلها عمار بن ياسر مو كلها ابو ذر الغفاري مو كلها سلمان المحمدي مو الامة متباينة فمنهم من قال ائتوا ومنهم من قال القول ما قال عمر لقد هجر فقال اخرجوا لا ينبغي عند نبي النزاع بعد ائتوا برا طلعوا هو لي ايش لا ينبغي عند نبي النزاع لان حتى لو كتب الكتاب ستقول لي وين علي ابن ابي طالب وين دولت ذكرتهم سلمان وعمار ولمقداد ليش ما جابه وكتبنا النبي كتاب حتى من يكتبه بهذه الظاهرة هو طعن بمصداقيته او لا مو طعن بمصداقيته حتى لو كتب هذا الكتاب ما راح يصير حجه راح تصير شخصية النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بمتناول الالسن انه كان صاح لو مصاح كان يهجر لو ما يهجر وتعال جيب النوب ثبت على شخصية النبي ولذلك قال اخرجوا لا ينبغي عند نبي نزاع ومن هنا بدأ الاختلاف وبدأت المعصية لا بل بتعبير ادق بدأت الجرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأت الجرأ عليه بقولهم يهجر والقرآن يقول ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى ثم بدأت الجرأ على اهل بيته دخلوا الى بيت فاطمة الزهراء ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لو لا شمل الدين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائما وحنين ما لينا قالوا لالعلي ابن ابي طالب كافي بكاء اما ان تبكي بالنهار وتسكت بالليل او تبكي بالليل وتسكت بالنهار ما لينا صاحب علينا اجي قال يا بنت رسول الله يا حبيبة رسول الله القوم يقولون هكذا قالت انا ما بطل البكاء بنالها بيت وسماه بيت احزان تاخذ الحسن والحسين وتطلع والجرعة قائمة على رسول الله يسمعون بكاء فاطمة ويسمعون قول النبي لا زال بعد طريب اذهانهم فاطمة بضعتهم مني من اداها فقد اداني واستمر التحدي واستمر الاذاء على اهل البيت من هذه النقطة من هذا المنطلق من رزية الخميس هتكت فاطمة وغصب حقها وقتل علي بن ابي طالب في محراب الكوفة وقتل الحسن سلام الله عليه ثم اتبعوها بمأساة الطف بواقعة كربلاء الحسين سلام الله عليه ينزل لهم لابس امام الجد السحاب بين يديه القرآن على ناقة رسول الله العظباء قالهم انسبوني من انا ثم ارجعوا الى انفسكم بما تستحلون دمي بشريعة بدلتها بدلتها بسنة غيرتها قالوا لا نفهم ما تقول او تنزل على حكم الامير عويد الله ابن سيغة لذلك اللي تكلم على وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والدلة وهيهات من الدلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا واني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر أتمثل بأبيات فروع ابن مسيك في إن نهزم فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير المهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إذا من موت رفع عن أناس كلاكله أناخب آخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا رجع وضع القرآن في محرابه وضع عثار النبوة ثم وقف بباب الخيمة من لا يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله من لا يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء من لا يقدم لي الجواد والعمتي والصحب صرعا والنصير قليل فأتت زينب بالجواد لتقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا فياليت الجبال تزول ورنت 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 نحو الخيام بمقلت عبر أن تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل فهرعن ربات الخدو أرع واثرا وغدالها وخول الحسين عويله بجد زينب وحن قلب عليها تقل الحرام هاي شلون بيها يا أخي الحرام من تفقد وليها تذل وتصير للعدوان مغنم صد الخيم توعا ينز كي أنا مهبط الراس وتنوح حزين داري دعلي وجرت عين جرت عين يقل علي اتشعق بكثر الهم سيطول بعدي يا الله اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فرج عنا يا الله آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل خير أيامنا يوما القاك فيه اللهم شافي كل مريض اقضي دين كل مدين فرج عن كل مكروب اللهم سد فقرنا بغناك غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اجعل بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بدنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية أحفظ وعيد وسدد علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها المؤسس لهذا المأتم الحاج عبد اللهم تقبل منهم يأحسن القبول واجعله ذخرا له يوم القيامة وإلى أماتي مع أمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر